موسيقى في الثامن من رمضان من عام 2011 قام بشار الأسد بتعيين وزير دفاع جديد ورئيس للأركان العماد أول داود راجحة محل وزير الدفاع السابق علي حبيب وجاء ذلك تزامنا مع اقتحام مدينة دير الزور معقل القبائل السنية موسيقى في الثامن من رمضان من العام نفسه أعلنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أن المملكة تتابع تطورات الأحداث في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأنه انطلاقا من علاقاتها الأخوية ومسؤولياتها التاريخية استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية للتشاور مؤكدة أهمية انتهاج الحكمة في مواجهة الأحداث الجارية وذلك لما فيه تقدم ورفاه الشعب السوري وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة موسيقى في الثامن من رمضان من العام نفسه استشهد معن عودات شقيق المعارض هيثم مناع العودات وذلك أثناء تشيع الشهيد محمد الأكراد في منطقة درع البلد بطلقة من أحد قناصي النظام وجدير بالذكر أن الشهيد هو مهندس كان قد اعتقل عدة مرات على يد النظام ولم يثنه كل ذلك عن العودة والمشاركة بمظاهرات الحرية ضد النظام في الثامن من رمضان من عام 2012 أعلنت إخلاص بدوي عضو البرلمان السوري انشقاقها عن النظام السوري وذلك عقب وصولها إلى تركيا لتكون بذلك أول نائب في البرلمان ينشق عن النظام منذ بدء الثورة وقد أوضحت أنها انشقت بسبب أساليب القمع والتعذيب الوحشي بحق الشعب الذي يطالب بأدنى حقوقه وكانت السلطات السورية قد اختارت إخلاص بدوي وهي أم لستة أطفال ومسلمة سنية لتترشح نائبا في البرلمان عن فئة العمال والفلاحين وهي عضو في حزب البعث الحاكم ورئيسة سابقة للاتحاد النسائي في حلب كما أنها عضو في أربع لجان في مجلس الشعب وقد جاء انشقاق النائبة بعد اشتداد عمليات القصف البري والجوي على عدة مدن سورية من جانب قوات الأسد مما دفع بالعديد من قياده البعث والموالين للأسد للانشقاق عنه منهم نواف الفارس وقبله مناف طلوس في الثامن من رمضان من العام نفسه نظم المئات من الشباب التابعين للتسعة أحزاب وحركات شبابية وسياسية بالسويس سلاسلة بشرية بطول شارع الجيش انتهت بوقفة احتجاجية بميدان النمسا وذلك للاحتجاج على المجازر التي يتعرض لها العرب والمسلمون في كل من سوريا وبورما وندد المشاركون بالمجازر اليومية من قتل الأطفال والنساء وهدم المنازل وقصف دور العبادة مستنكرين انتهاكات حقوق الإنسان في البلدين ومطالبين باتخاذ إدراءات عاجلة لمساندة الشعب السوري ووقف التصفية العرقية التي تمارس ضد مسلمي بورما في الثامن من رمضان من العام نفسه بدأت تركيا تحركا عسكريا كبيرا باتجاه الحدود مع سوريا عند نقطة مرشد بينار الحدودية وقد قامت مركبات مدرعة وبطارية صواريخ بتمركز عند النقطة صفر من الحدود وذلك استكمال للتحركات العسكرية التي زادت في الأيام الأخيرة في الوحدات الحدودية التابعة للكتيبة الحدودية الثانية الموجودة في قرية مرشد بينار بمحافظة شانلي أرفا جنوب تركيا وقد جاء هذا التحرك بعد توتر شديد شهدته العلاقات السورية التركية بسبب الأحداث التي تشهدها سوريا فرضت فيها تركيا عقوبات على سوريا وردت دمشق بالمثل في الثامن من رمضان من عام 2013 سقطت ثلاث قذائف من سوريا في إسرائيل لكن ناطقا بلسان الجيش الإسرائيلي صرح بأن إطلاق النار من الجانب السوري لم يستهدف إسرائيل إنما حصل نتيجة للحرب الداخلية في سوريا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة